وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة حيث ارتفعت حصيل الضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 44382 شهيد و 105142 مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء وأضحت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر خلال الساعات الماضية أسفرت عن استشهاد تسعة أشخاص وإصابة 72 آخرين مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات دون أن تتمكن طواقيمهم الإسعافية والدفاع المدني من الوصول إليهم اشتركوا في القناة